السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد الفطر السعيد وراع على السوق واشترانه مغراض كثير وجاب اليوم على الضار وبعدها قبل العيد بيوم تقريبا استشهد هذا الشاب انا راح اترك لكم رابط القناة هذه في الوصف عندي ادعموا هذه القناة الله يرحم الشهداء جميعا ويلا بينا نشوف الفيديو انا راح اتركوا في القناة سارة وهلا ستارز واليوم طبعا زي ما تعرفين اليوم 30 رمضان وبكرة العيد السعيد كل عام وانتم خير ولكن احنا عنا في مشكلة في قطاع غزة انه صار في تصعيد وصار يعني حرب من اليهود علينا على قطاع غزة والله سبحانه وتعالى ينجينا من المهم احنا كعادتنا يعني في يوم العيد بنلبس صبح ونروح بنصلي وبعدين بنطلع على الاقارب ويعني بروح بنزور الاقاربنا وبنعيد عليهم وبنودى سارة وهلا الوضع هذا مش هيسير في غزة ليش لانه في خوف في الشوالف فهل قد انا يعني لانه سارة زي ما انتم شايفين صار زعلان اهتير يعني وحيمالك طبعا هيمالك وهلا تعالي مالك هيمالك زعلان حتى مش راضي مشر شعراته مع الزعل ان شاء الله يا بابا بنفرح بكرة طيب هالا انت تعالي هالا شوال طبعا زي ما انتم شايفين هالا اه كان في الشعر اه وزعلانة عشان نمتي وطبعا بدهاش تتصور في اخر لحظة المهم اه هالا زعلانة قال عشان في قصف وانا بدي احاول ايش اليوم بدي احاول لجماعة ابسطة واجبلها الشمس في عينينا يا بابا بدي احاول اجيب لها ايش يبسطها ان شاء الله بدي اروح اي بابا اجيب لك العاب ان شاء الله هاي الولاد كيفين بره ضعيقوا من السواق والقصص المهم الله يحمينا انا بدي احاول ابا اروح اجيب لكم شغلة من السوق طبعا جماعة انتم شايفين تقريبا الشوارع فاضية اه هاي سيارة واحدة هنا وشبها ماشي يعني تقريبا المفروض هذا المنطقة تكون ايش ملانة ناس فالانو الوضع مش طبيعي والوضع خوف الناس ما بتطلع فاحنا هلقيت ان شاء الله يعني رايعة سوق شايف الشارع هذا مفروض يكون ملان سيارات وملان ناس لانو اجوائي لكن مع التصعيد ومع الوضع انو خطير ما فيش حدا بطلع انهم ان شاء الله انا باصل السوق وابا ارجع لكم الفيديو احنا وصلنا قلب الشمال السوق هذا الناس موجودة في السوق وطبعا مش شايفة ويحلى وياك العيد ويحلى وياك العيد ويحلى وياك العيد وياك العيد طيب انا بدا راح اجيب الععاب لها العاب لهانة وصارة طبعا نشوف ومالك نشوف ايش نجيبهم عشان نلهيهم بدل ما ضلهم خايفين خاطر اجيب هذه الهانة ايشي فاكر على اخر طبعا عشان هلقوه من قدس حشتي لوحدة ان شاء الله هناخذ نخلة من هذه وبعدين بكمل اللي هو الشرية الحلو بتعجيب فيه نوعية تانة مش موجودة هان اللي هي دائما احنا بنجيب منها سنيكرز مش موجودة راحنا هنجيبها بس انا حطر ايش ان شاء الله هجيبها لها هجيب منها ومشكل ان شاء الله خطيني بالله من المشكل اه من المشكل اللي مشكل هدا ها 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 هاته شو بالله ها 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 ه ها بالله من هه منها احنا بدنا للسميتارس وبدنا للتويكس والله حاطي لي كيلو منهان وكيلو منهان والله يسعمل كل عموت بخير يسعد الحجارة احنا احنا هناخذ من هذا نص كيلو إن شاء الله عب عب كويس يسعد اخرب وزمعه وتجيب الحالة وصارا مالك طبعا بحب الدرويتوز سارة بتحب الليون الخل خلو ملح هالة بتحب ايش اللي صغيرة هالة بتحب الشطة امجل هنا لبش حجيب لها شطة حجيب لها نقاش ان شاء الله حجيب لها حجيب لها البندورة كويت البندورة طعم البندورة كويت ان شاء الله رب العمين وحنجيزنا روح ايش خلصنا خلصنا يلا معنا خليكم معنا طبعا جماعة انا وصلت البيت وهاني جبت له هالة وصار الأغراض وزيني هالة جبت للبيت هالة هدول العب بسيطة بس عشان انت ما تخفيش طيب ها هذا المالك ها وايش هالة هاي ها 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 هوا ها 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 طيارة خفيشة العب خفيشة خفيش 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 تعال 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 خالص سارا خالص سببا خالص طبعنا يا جماعة احنا خلصنا فيدي اليوم لان مش هنقدر نكمل معك هاي صوتها هيا سوتا يا بابا خلاص يا بابا خلاص خلاص يا خليج طبعاً نحن اليوم نحن نخلص خلاص 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 ببعيد ما ببعيد طبعا نحن نخلص نهيي نحن خلصن فيديو اليوم طبعا سمعونا يا ربنا نحن نخلص